اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية اكد على اهمية مواصلة تعزيز الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير بيئة اعمال جاذبة للاستثمارات وتعزيز مكانة البحرين التنافسية على المستوى الدولي والسعي لاستقطاب المزيد من الاستثمار بهدف المساهمة في خلق الوظائف والفرص النوعية للمواطنين وذلك استمرارا في تلبية توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله بإجعل المواطن البحريني في قلب عملية التنمية وهدفها الاساسي ونوه سموه إلى ما تتميز به البحرين من بيئة تنظيمية متطورة ومحفزة للاستثمار وضرورة مواصلة الجهود الرامية لفتح أفاق جديدة عبر الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة مشيدا سموه بالتطور التكنولوجي في القطاع المالي وما شهده القطاع مؤخرا من تطور عبر طرح البيئة الرقابية التجربية للتكنولوجيا المالية التي ستمكن من خلق خدمات مالية مبتكرة لتواكب تطورات الأسواق الدولية جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية في مقر المجلس بخليج البحرين حيث أكد سموه على ضرورة المضي قجما نحو تعزيز مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة كما شهد سموه بالإنجازات الاقتصادية التي تحققت عبر زيادة استقطاب الاستثمار المباشر والتي عكست الجهود التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية وذلك من خلال دوره الرئيسي في الترويج لمملكة البحرين في المحافلة الاقتصادية الدولية لاستقطاب وتعزيز الاستثمار إلى المملكة للمساهمة في زيادة فرص العمل من جانبه استعرض سعادة السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية استعرض الإنجازات التي حققها المجلس خلال العام عبر استقطاب المزيد من الاستثمارات وزيادة فرص العمل في السوق المحلي وذلك من خلال الترويج للفرص التي تقدمها البحرين في مختلف القطاعات الاقتصادية وأوضح بأن المجلس نجح في استقطاب 53 شركة بمجموع استثمارات تبلغ 124 مليون دينار بحريني خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2017 حيث من المتوقع أن تخلق هذه الاستثمارات ما يفوق 2300 وظيفة في السوق المحلي وهي أرقام تعكس نتائج متميزة ومتقدمة مقارنة بالسنوات الماضية وتضمن العرض كذلك الجهود والمبادرات التي يعمل عليها المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية التي حققت هذه النتائج وذلك للمساهم في تعزيز نمو الاقتصاد المحلي عبر زيادة استقطاب الاستثمار في المملكة والعمل على الترويج الاقتصاد المملكة في المحافل الدولية وبالتعاون مع القطاع الخاص علما أن نسبة النمو السينووي في القطاعات غير نفطية بلغت 7.5% منذ انطلاقة مجلس التنمية الاقتصادية في 2001 لتبلغ نسبة اسهامات هذه القطاعات في الاقتصاد الوطني حاليا إلى أكثر من 80% وذلك مع تنامي خطط المجلس في هذا الاتجاه بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية وتطرق الرميح إلى مبادرة تعزيز مكانة البحرين كمركز لخدمات التكنولوجيا المالية مشيرا في هذا الصدد إلى الدور الذي قام به مصرف البحرين المركزي في خلق البيئة التنظيمية اللازمة لدعم قطاع مالي مبتكر ومتطور كما بينا الرميح أن المجلس يعمل على تخصيص موقع يحتضن رواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم والتي تسعى لتجربة أفكارها لحلول التكنولوجيا المالية حيث سيمكن هذا الموقع رواد الأعمال والشركات من الوصول للمستثمرين والحصول على استشارات ودعم فني لازم وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بأن المجلس وبالتعاون مع بنك البحرين للتنمية يعملان على مبادرة صندوق الصناديق برأس مال يبلغ مئة مليون دولار وذلك لتجسير الفجوة في البيئة الحاضنة لرأس المال المخاطر وبهدف تطوير بيئة المشاريع الناشئة وترويج الابتكار وحرصا على تحديث البيانات الاقتصادية والإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية أشار الرميح إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل بالتعاون مع كل من هيئة الحكومة الاكترونية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومصر في البحرين المركزي على مبادرة تهدف إلى ضمان تقديم البيانات المرتبطة بل استثمار مباشر في المملكة وبصورة دقيقة وبشكل مستمر كما تطرق سعادة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خلال هذا العرض إلى ما حققته المملكة في تقرير الاستثمار العالمي 2017 الصادر عن الأون كتاد حيث حلت البحرين في المرتبة الرابعة عشر على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط والشمال أفريقيا حيث بلغ حجم تدفقات الاستثمار المباشر والوارد إلى المملكة ما مجموعه 282 مليون دولار أمريكي في حين بلغ حجم تدفقات الاستثمار المباشر الصادر من المملكة 170 مليون دولار أمريكي